في أحد الأيام جاء إلى أريحة وتعامل مع واحد رئيس العشرين اللي بيجمعوا الضرائب وهي الناس مكروهة منبوذة يعتبروا عملاء للرمان لكن المسيح غير حياته ودخل بيته وقال إذ هو أيضا ابن لإبراهيم لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلقه ويخلص ما قد حلق فإذن أحبائي هو الشامبيون هو البطل في حقوق الإنسان زكى المرفوض المنبوذ المتروك من الناس قبله يسوع المسيح بالحقيقة أن يسوع كان بيأكل مع الخطاء مع العشرين مع الزواني اللي خلت رجال الدين يعني لا 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 يبعدوا عنه هذا بيوكل مع الخطاء هذا شخص مش مزبوط فقال العبارة جئت لال لأدعو أبرارا للتوبة بل خطات فإذا كسر كل التقاليد والعدات الباطلة اللي كانت في أيامه في مرة مدح قائد المئة شخص روماني بسبب إيمانه قال لم أجد مقدار في إسرائيل حقوق إنسان هم مش روماني مرتاني كنعانية شعب الكنعان مرفوض من بوط إلى عشر أجيال لكنه أخرج الشيطان من ابنتها ومدح إيمانها وتغيرت حياتها هذا هو يسوع المسيح نقول أفضل دين أفضل نبي الكلام حبيبي ما بيجيب إلا إذا أنت فعلا اختبرت يسوع المسيح واكتشفت يسوع المسيح لأن هذا عن طريق الإعلام